السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناة ابو الصحابسات وحلقة موضوع النهاردة بعنوان هذه القناة لن تعمل على هذه الاجهزة مرة اخرى القناة اللي كتير جدا جدا بيحبها على النائلسات وفي ناس كتيرة جدا بتحب المحتوى اللي بتقدمه علشان ما تقولش على حضراتكم هادخل دلوقتي على تفاصيل حلقتنا النهاردة باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه وسلم وتسليما هنروح دلوقتي على التردد الخاص بالقناة عايزك تركز في كل كلمة انا بقولها علشان في الاخر تلاقي القناة موجودة عندك تم تعديل هذه القناة التردد هو حزمة عامة يا جماعة علشان بس الكل يكون عارف تردد حزمة عامة والتردد ده هيكون حداشر تسعمية على معدل ترميز سبعة وعشرين الف وخمسمية والاستقطاب اللي هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي او كلمة اسمها رأسي حضرتك لما تضيف التردد ده ويقول لك المرسل موجود ام رايح عامله حسف بعد ما تعمله حسف ام رايح عامله اضافة بعد ما تعمله اضافة ترجع تبحس عنه مرة اخرى من جديد طيب القناة مش هتعمل ليه او مش هتكون موجودة ليه على بعض الاجهزة لان تم تحويل القناة من تقنية الام بي اي جي فور اس دي الى ام بي اي جي فور اس دي يعني فيه اجهزة القناة كانت شغال عليها دلوقتي مش هتكون موجودة طمام حضرتكم فلو لقيت القناة اللي هعرفك اسمها كمان شوية موجودة عندك جايبة صوت من غير صورة لازم تعرف ان لازم حضرتك تغير وتجيب جهاز تاني اعلى وتجيب جهاز بتقنية الاتش دي لان كان فيه بعض الاجهزة القناة دي شغال عليها والبعض الاخر لقها دلوقتي يعني فضلت بس موجودة على الاجهزة الاتش دي اما بخصوص اسم القناة فده الاسم اللي حضرتك هتلاقيه موجودة عندك على الجهاز لو لقيت القناة موجودة عندك صوت من غير صورة لازم تعرف ان انت ينبغي عليك ان تمتلك جهاز اتش دي وبكده تكون انتهت حلقتنا في اخر اخبار النيلسات وليس انا وحضرتكم طيبين انتظروني في فيديوهات قادمة وفي الختام لك مني احلى سلام